قال مؤسس بعثة الإنقاذ الإسبانية أوبن أرمز إن السلطات الإيطالية سمحت برؤسو سفينة تابعة للبعثة في ميناء بجنوب البلاد لإنزال 62 مهاجراً أفريقياً تقلهم منذ يوم الأربعاء وقال أوسكار كامفس إن السفينة سترس بميناء تارانتو في الجنوب ظهر الثلاثاء رغم أن وجهتها النهائية قد تتغير وكانت إيطاليا قد رفضت في بادئ الأمر دخول المجموعة المؤلفة من 73 مهاجراً انتشلتهم أوبن أرمز من قارب مطاطي على بعد 50 ميلاً قبالة السواحي ليبيا واقترحت على السفينة التوجه إلى ترابلوس لكن خفر السواحي الأجلى 11 مهاجراً يحتاجون لرعاية صحية إلى ميناء أوغوستا وألمحت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى أن إيطاليا قد تخفف موقفها ومن بين المصابين الذين تم إجلاؤهم من السفينة رجل من النيجر يدعى دعاء الله أصيب بطلق ناري في قدمه أثناء وجوده في ليبيا لأنهم لا يريدون أن يغادر الأفارقة ليبيا ويذهبوا إلى أوروبا فإنهم عندما يجدونك يحتجزونك ويطلبون منك الاتصال بأهلك لجلب المال لهم هذا ما يفعلونه يأخذون السود للجني المال وتدهرت الظروف على متن السفينة في ظل عاصفة قوية تضرب البحر المتوسط ومعظم المهاجرين من وسط وغرب أفريقيا وبينهم ثلاث نساء ورضيعان وأربعة وعشرون قاصراً دون مرافق خاضوا مخاطر عبور البحر بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا وفي حادث آخر قالت قوات خفر السواحل الإيطالية إنها انتشلت جثث خمس نساء بعد انقلاب قاربهن بسبب سوء حالة البحر وهي الآن في جزيرة لانبيدوسا ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة تأكد غرق ما يقرب من ألف شخص خلال محاولات المهاجرين عبور البحر المتوسط هذا العام ترجمة نانسي قنقر